ارتفعت حصيلة انهيار مبنى في الصين إلى 53 قتيلاً بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم بعد قرابة أسبوع على سقوط المبنى وانهار المبنى المؤلف من ثماني طبقات في التاسع والعشرين من إبريل في مدينة شانكشا وسط البلاد لأسباب لا تزال مجهولة فيما أشارت وسائل الإعلام لأن أعمال الإنقاذ في موقع الحادث قد انتهت اشتركوا في القناة